اشتركوا في القناة اهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام ابناء الطلاب وبنات الطالبات في درس جديد من دروس مادة لغة الجميلة للصف الخامس الابتدائي انظروا الى هذه المنشآت انها مناظر تسر الخاطر وتبهج الناظر فتحقق لنا الطموحات والآمال نعم الآمال والمنشآت هناك سر بين هاتين الكلمتين عن هذا السر سنعرف المزيد ولكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا لابقوا معنا اهلا بكم مجددا بعد هذا الفاصل كنا قد تحدثنا عن المنشآت والآمال والسر الذي بينهما إنها المدة نعم المدة في حرف الألف وعن رسمها سنتعرف عن المزيد عن المدة ورسمها في ثنايا درسنا لهذا اليوم ننطلق على بركة الله الظاهرة الإملائية رسم المدة في أول الكلمة ووسطها بالشكل الذي ترونه قبل أن نبدأ نريد أن نسألكم أبنائي وبناتي أي الرسم الإملائي التالي يرمز للمدة برأيكم المدة هل رسمها يكون بهذا الشكل الشكل الأول أو هذا الشكل الذي في المنتصف أو هذا الشكل ماذا تتوقعون أحسنتم رائعون كعادتكم رائعون نعم هذا هو شكل المدة ألف وهذه العلامة التي تكون فوق الألف حسن أستمع إلى نطق الكلمات الملونة في أثناء قراءة الجمل وأحاكيها حسنا أجرى برايل تجاربه فتحققت آماله فتحققت آماله في بلادنا المنشآت في بلادنا المنشآت الصناعية كثيرة المخترع آخذ حقه آخذ حقه من التكريم والتقدير الاختراعات الحديثة مرآة التقدم مرآة التقدم العلمي آمن المجد آمن المجد بأن العمل يحقق المآرب يحقق المآرب أصنف الكلمات الملونة وفق الجدول التالي وألاحظ المدة المرسومة عليها حسنا هذه الكلمات التي قرأناها في الجمل السابقة آماله آماله المنشآت المنشآت مرآة مرآة آخذ آخذ وهنا آمن آمن وأخيرا المآرب المآرب الآن نريد أن نعرف في هذه الكلمات التي قرأتها عليكم أين المدّة؟ أين موقع المدّة؟ هناك كلمات وقعت المدّة في أولها وهناك كلمات وقعت المدّة في وسطها طيب سنصنفها في هذا الجدول المدّة في أول الكلمة والمدّة في وسط الكلمة دعونا نبحثوا إياكم وتساعدونني أكيد بالتأكيد ستساعدونني في التعرّف على المدّة في أول الكلمة أين المدّة في أول الكلمة؟ أين هي؟ أين؟ نعم أحسنتم آماله آماله أنظروا إليها إنها في أول الكلمة رائعون الكلمة التي تليها أين هي؟ نعم أحسنتم آخذ آخذ وأيضا أين هي المنشآت؟ لا المنشآت لا مرآة آمن أحسنتم آمن أنظروا إليها ولاحظوا أن المدّة مكتوبة في أول الكلمة في أول الكلمة المدّة في وسط الكلمة ما الذي تبقى المنشآت؟ أنظروا إلى المدّة إنها في وسط الكلمة وهنا أيضا مرآة أحسنتم وبقيت لدينا المآرب نعم رائعون المآرب إذن لدينا مدّة في أول الكلمة وَلَدَيْنَا مَدَّةٌ فِي وَسَطِهَا مِنْ خِلَالِ هذه الكلمات ماذا جاء بعد الهمزة؟ ماذا جاء بعد الهمزة؟ جاء بعدها حرف الألف نعم أثناء النطق نلاحظ أن هناك همزة آآآآ ماله آآآآ استمعوا إلى هذه الهمزة آآآ ثم بعدها ألف آآآ ماله أيضا لو أخذنا مثلا مرآآ مرآآآآ هذه آآآ هي الهمزة وما بعد الهمزة؟ هو حرف الألف مرآآآ أحسنتم ماذا جاء بعد الهمزة؟ حرف الألف كم عدد الحروف التي يتكون منها المد أثناء نطقي قبل قليل أبنائي وبناتي لاحظتم أنني نطقت كم حرفين إذن لدينا حرفان حرفان ما هما؟ سنتعرف ما الحرفان اللذاني تتكون منها المدة؟ منشآآآ آآآ هذه الهمزة وآآت ألف إذن همزة وألف أحسنتم الهمزة والألف كيف يكتباني عندما يتتاليان؟ عندما تأتي الهمزة ويأتي بعدها الألف هل نكتبها همزة وألف؟ لا إنما نرسمها برسم مختلف هذا هو الرسم انظروا إليه ألف وفوقها هذه العلامة التي تعرف بالمد علامة المد أو المدة ما هي المدة؟ هي همزة بعدها ألف همزة بعدها ألف وتكتب وترسم بهذا الشكل كما هو مرسوم في هذه الكلمات التي أخذناها قبل قليل إذن نستنتج هنا أن المدة هي همزة بعدها ألف وتكتب المدة بالشكل التالي وتأتي الهمزة في أول الكلمة وفي وسطها إذن المدة تأتي في موقعين فقط وهذان الموقعان هما أول الكلمة ووسطها أجيب عن الأسئلة التالية بكلمات فيها مدة وألفظها لفظا صحيحا ما اسم الكتاب؟ المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نعم انظروا إلى صورته وهو معروف ومحفوظ في قلوبنا وفي أرواحنا نعم إنه القرآن القرآن الكريم انظروا إلى كلمة القرآن هي في الأساس همزة بعدها ألف يعني المفترض أن يكون بعد حرف الراء همزة وألف ولكن لا نكتبها بهذه الطريقة إنما نكتبها ألف فوق ألف وفوقها علامة المد ما اسم أبي البشر؟ من هو أبي البشر؟ هو نبينا آدم عليه السلام آدم إذن آدم بدأت بالمدة ما اسم الشيء الذي تنظر فيه فتشاهد صورتك؟ ما هو هذا الشيء؟ إنها المرآة المرآة ولاحظوا المدة هنا أيضا ما ضد الدنيا الدنيا ما ضدها الكلمة تحوي على مدة وهي الآخرة الآخرة هنا نقول ما اسم الأبنية؟ الأبنية التي ينطق منها الأذان ماذا تسمى؟ المآذن المآذن في هذا السؤال ما هو الرسم الصحيح لجمعك؟ كلمة أدب أدب مفرد ما جمعها؟ نعم احسنتم آداب آداب جمع تكسير بالتأكيد هي جمع تكسير ولكن كيف نكتب آداب؟ هل هو بالشكل؟ بهذا الشكل الأول أو بهذا الشكل همزة وبعدها ألف أم بهذا الشكل؟ بالتأكيد عرفتم الشكل نعم أحسنتم الإجابة الثالثة آداب تكتب بالمدة لأنها عبارة كما اتفقنا عن همزة تليها ألف عن همزة تليها ألف إذن تعرفنا أن الهمزة أو أن المدة هي همزة بعدها ألف وتأتي في أول الكلمة وفي وسطها ترجمة نانسي قنقر مرحبا بكم مجددا في فقرة التساؤلات لهذا الدرس من تساؤلات درسنا هل تأتي المدة في آخر الكلمة؟ نقول أن المدة لا تأتي في آخر الكلمة وإنما تأتي في أولها وفي وسطها في أولها وفي وسطها أيضا من التساؤلات من أين يبدأ وسط الكلمة بالنسبة للمدة؟ وسط الكلمة يبدأ من ثاني حرف من ثاني حرف حتى الحرف الأخير حتى الحرف الأخير هذه كلها تسمى وسط الكلمة أما أول حرف يسمى أول كلمة وأما الأخير يسمى نهاية الكلمة إلى هنا نصل وإياكم أبناء الطلاب وبنات الطالبات إلى ختام درسنا لهذا اليوم شكرا لكم على طيب متابعتكم إلى أن نلقاكم في دروس قادمة إلى ذلك الحيل نترككم في حفظ الله ورعاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر